بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اهلا بكم اهلا مشاهدين اه طبعا باوريكم مشكلة تاني من بعد المشاكل اللي بتقابلك اه لو انت مثلا بتعمل فيلتك وبتعمل بيتك اللي هما اه مقاول المصعد انت مثلا شغال على مخطط ميديك مقاسات معينة تشتغل عليها وبعد كده بتفوجأ اللي هو بعد ما ييجي ورد تلاقي المقاسات عندك اختلفة اضطر يكسر لك البلاطح اللي انت عامله حتى لو انت كنت مقاسس من الاول بس برضو اه تلاقي في التنفيذ اختلف الكلام تمام فدايما ما تيجي تشتغل في المصعد حاول على قد ما تقدر تعتمد المصعد طبعا وانت شغال في الخرصانات عشان تبدأ تحط مقاسات مصبوطة ومقاسات صحيحة تبقى للمخططات بتاعتهم تمام حتى هنا السكك اللي هتتركب تكون متأكد اللي هي معمولة على جدران خرصانية تمام حتى لو انت مش تعمل خرصانة اه ساعات بيطلبوا انك تعمل اي بيم او اتش بيم بتحط في البير بتاع المصعد تمام وبيبدأ يسبت عليه منظومة التثبيت اللي احنا شايفها دي اللي بتسبت عليها المجرى تمام فطبعا احنا جينا هو بدأ يشتغل اضطررنا نكسر لان المقاسات اللي هو مدهنة مكادش مظبوطة الدهنة مرة واتنين وثلاثة بس هتعمل ايه فيه مقاولين بيكونوا محترفين وفيه شركات ما بيعني بيحطوا حاجات استندر وييجي في الطبيعة بعد كده تلاقي مشكلة عندك دي طبعا منظومة التثبيت هنا هيحط التقالات بتاعت المصعد هوريها لكم دلوقتي برة هنا المكان ده بحيس هتكون الواير جاي بالطريقة دي كده دي ما احنا شايفين ده ده المصعد ودي الوايرات او السكك بتاعته ودي التقالات اللي هي دي التقالات اللي هتتركب على المصعد طبعا مش هتقدر تقفل ولا تشطب لما يبدأ يركب السكة بتاعته هتيجي تشوف السكة هوريها لكم هنا هي ده مسلا بيجي يركب بداية الباب او المنسوب برضو متأكد المنسوب ده يمشي مع منسوب البلاط اللي انت مركبه متأكد برضو من فيه كابل المفروض الكابل ده كان يتحط في كسليب في الخرصانة عندك ولكن المقاول نسيه مقاول الكهرباء فاضطر اللي هو هيربطه بقى فايز داخل المنور كل التأسيسات الخاصة بالمصعد لازم تاخد بالك منها هنا لازم دي يكون منسوبها نفس منسوب البلاط ده بحيس ما تيك تقفل البلاط يقفل على الخط اللي عندك ده فلازم تختار شركة المصاعد تكون صح تكون محترمة يكون مخططاتها اللي انت هتنفذها هي اللي هتنفذها سواء فتحات ابواب او شبابيك ما تبطرش ان اتكفر زي ما احنا عاملين في الموقع ده. اتمنى تكونوا استفادتوا ويومكم سعيد.